في عام 2013 تم إجراء تصويت حول أكثر الحيوانات قوبحاً على وجه الأرض وفازت هذه السمكة بجدارة السمكة الفقاعة واسمها العلم سايكروليوتس مارسيدوس هي إحدى أسماك المياه العميقة من فصيلة الأسماك الفقاعية تعيش السمكة الفقاعة في أعماق سواحل أستراليا وتسمانية ونادراً ما يشاهدها الإنسان يعود شكلها إلى أنها تشبه بشرياً ذا أنفاً وفما كبيران تعيش السمكة الفقاعة على عمق 600 إلى 2000 متر حيث يزداد الضغط عشرات المرات عنه عند مستوى سطح البحر مما يتطلب الكثير من الخواص لكي تتمكن من العيش في هذه الأعماق فإن لحم السمكة الفقاعة يتكون بصفة أساسية من كتل هلمية كثافتها أقل من كثافة المياه مما يسمح للسمكة بالطفو فوق قاع البحر بدون بذل أي طاقة في السباحة وذلك لتعويض مثانات الغاز الموجودة في جسم السمكة التي ستجعلها تطفو على سطح الماء تعيش السمكة الفقاعة في أعماق سواحل جنوب غرب المحيط الهادئ أستراليا وتسمانيا تتغذى السمكة الفقاعة على اللافقاريات مثل السلطعون ولواسع البحر وأشياء أخرى يجعلها افتقارها للهيكل العظمي كونها من الرخويات فريسة سهلة للكائنات المحيطة بها في بيئتها لذلك فإن السمكة الفقاعة مهددة بالإنقرض نتيجة للصيد في المياه العميقة بالسنانير أو الشباك ففي بعض الأحيان تعلق السمكة الفقاعة في شباك صيد السمك بالمياه العميقة عن طريق الخطأ وهو ما بات يعرضها للخطر في قارة أستراليا التي قد تكون موئلها الوحيدة في العالم لذا في النهاية قد تكون هذه السمكة مظلومة حقا في كره معظم الناس لها اشتركوا في القناة